منذ شهر مارس والأطقم الصحية بإقليم الصورة تواكب الحالة الوبائية بالإقليم والتغييرات الحالة الوبائية لعرفة بعض التغييرات منذ البداية حيث في البداية كانت الوضعية أكثر أكثر استقرار لأنه كما تعرفوا بأنه أول حالة تشجدت في المغربي في أول شهر مارس أول حالة تشجدت في الصورة في 23 مارس كانت في إطار تتبع الحالات التي كانت تستجب بعض المعايير التي كانت في ذاك الوقت وضهور أعراض مع نصيون الوضع مع شي واحد جاء من الخارج ولا نصيون بأنه ذاك الشخص الذي كانت عنده الأعراض جاء من الخارج إحنا عندنا مطار دولي في الصورة التي تستقبل رحلات مباشرة دولية من أوروبا التي كانت تشكل في ذاك الوقت لعرفة انتقال الفيروس من الصين إلى عديد من الدول الأوروبية يعني كانت متابعة الوفيدين بقاة الوضعية في 23 مارس أول حالة 25 مارس ثاني حالة بقاة الوضعية مستقرة لمدة شهر تجينا واحد لائة الحالات في 24 ساعة هي خمسة الحالات بقينا واقفين في حدود خمسة حالات لغاية أواخر شهر يوليوز للفترة التي كانت فيها رفع الحجر التدريجي وفتح مجال التنقلات بين المدن أول حالة يعني سادس حالة بالنسبة لنا وأول حالة في الموسم بعد واحد الهدوء كانت وفيدة من مدينة مراكوش تم تنقوم بتدبير لوائح المخالطين ومتابعة هذه الحالات موزاة مع ذلك نتنقوم بتدبير دي بيستاج دوماس يعني تحاليل استباقية واستكشافية للمقاولات للوحدات السياحية لعديد من العديد من الإدارات أكتويا الموحالية لحدود هذا اللحظة سجننا وبلغ مجموعة الحالات الإجمالية 714 الحالة حاليا منها ناشطة يعني حالات تطلق العلاج 75 حالة منها 18 في المستشفى و57 يطلقون العلاج دي لهم في المنازل هذه الناس اللي في المنازل سواء الناس ما تتظهرش عليهم الأعراض وهم حاملوا الفيروس ولا تتظهر لهم أعراض ولكن ما تكونوا واحد للفاكتور دوغيسك سواء اللاج السين ما تكونواش كبار في السين وما عندهمش أمراض مزمنة موزاة مع تدبير هذه الحالات والمواكبة دي لهم نقوم بتنصيق مع السلطات المحلية وفعالية المجتمع المدني والمنابل الإعلامية بحملات تحسيسية للمواطنين ميساج يجب أن تقريره لكي لا نعيوه وخاصة المواطنين تهمه لا نعيوه نحن مقابلين على موسم الأنفلونزا الموسمية يعني من الجريب التي سيكترو فيها الحالات التي تظهر على الأعراض إلتهاب فيروسي عنده تقريبا نفس العلامات كورونا يعني ما ممكناش نفرقه نونك غادي يكون واحد توجه كبير بالمصالح المؤسسات الصحية من أجل استشارة طبية ومن أجل القيام بالتحاليل اللي غادي ترهق سواء الأطور الصحية سواء الأون التقني اللي كان في المختبرات وسواء عادة وغادي تزادوا العدد ديالتحاليل إذن من هذا المنبر أوجه رسالة للمواطنين من أجل التزام تدابير الوقاية بسبب تدابير لتنقوم هذا الجس بغي غير تحميونا من جميع الفيروسات اللي يمكن تنقل عن طريق الهواء يعني احنا بالنسبة بصدد حديث على الكورونا وكذلك على الأنفلونزا الموسمية يجب تنصحهم بالقيام بتلقيح ضد فيروس لأنه تلقيح الأقل غادي نقص واحد العدد ديال الحالات غادي نقص نسبة 60-80% من الحالات والمضاعفات اللي ممكن تسببهم لغريب غادي تكون لطاش بلي فاصيل على مهنية الصحة يعني وغادي يكون تدبير أحسن لأنه منذ تقريبا 200 يوم نعمل بدون كلال للموارد البشرية للبنيات التحتية نظروا بصراحة اللي عندنا سواء في ملكة ولا في الإقليم ممكنش تسمح باش تتقبل العدد هائل من الحالات الأقل نحاولو نجري وهي الحالات الخطيرة لأنه لاحظنا مؤخرا بأنه الحالات ديالإنعاش بدو تيكاتروا وحالة الوفيات لها على المستوى الوطني بدو تيكاتروا إحنا ما بغيناش نفقدوا أرواح أخرى أوجه وأكرر أوجه ندائي لمواطنين من أجل التزام تدابير الوقاية لغاية الخروج إن شاء الله من هذه الجائحة شكرا